يتواصل العدوان الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة لليوم الثالث عشر بعد ثلاثمائة على التوالي وذلك بالتزامن مع استمرار الحصار المتبق على قطاع غزة حيث وصلت قوات الاحتلال لقصف واستهداف المدنيين وتجمعات الفلسطينيين والمنازل المأهولة في مختلف مناطق القطاع المحاصر واستهدفت غارات الاحتلال منازلة في مخيمي المغازي والبريج ومدينة دير البلح بوسط القطاع بينما استهدف القصف المدفعي غرب وشمال مدينة رفح الفلسطينية وحي الزيتون شرق مدينة غزة واستهدفت قوات الاحتلال منازلة في مدينة خان يونس هذا وأعلنت السلطات الصحية بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى تسعة وثلاثين ألف وتسعمائة وخمسة وستين شهيدا واثنين وتسعين ألف ومئتي وأربعة وتسعين مصابا لا زالت آلة الحرب الإسرائيلية تستهدف أكساد الأطفال والنساء والرجال في أنحاء غزة شمالا وجنوبا مرورا بوسط القطاع ففي الشمال كان بيت اللهية أبرز ما استهدفه الاحتلال والمنازل هي بنك أهدافه الأبرز لتكافح قوات الدفاع المدني دون أي أدوات في انتشال قسس الشهداء أو محاولة إنقاذ من تستطيع انتشاله على قيد الحياة وفي وسط القطاع كان مخيمة البرج والمغازي ومدينة دير البلح مصرحا لقصف مدفعي متواصل مع استهداف من طائرات الاحتلال فضلا عن استهداف المرة فيما توقى من شوارع لتنقل طواقم الإسعاف بمساعدة الأهالي جسامين عدد من الشهداء والجرح ضحايا العدوان إلى مستشفى شهداء الأقصى أما في الجنوب فكانت خان يونس ومدينة رفع الفلسطينية مركز دواجد النازحين الفلسطينيين هدفا لطائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة ركز عملياته العسكرية شرق خان يونس وتحديدا في منطقة الزنة حيث تتوغل حاليا قوات الاحتلال في المنطقة للمرة الثالثة منذ بدء العملية البرية في خان يونس ولا تزال الزنة تشهد معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال ورغم صعوبة هذه الظروف الميدانية فإن الفصائل الفلسطينية لا تزال تنفذ العديد من الكماء وعمليات القنص وتفجير الآليات العسكرية أمس واليوم وغدا تتشابه المشاهد في كل أرجاء قطاع غزة فجميعها لا يخلو من شهداء على الأرض أو تحت الأنقاض أو مصابين مكدسين في المستشفيات المتبقية أو أكياس الشهداء التي تتراك مستعدادا لدفنها بشكل جماعي والجميع يحبس أنفاسه على جولة المفاوضات المقبلة عسى أن تضع حدا لتلك المآسي